السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم الدرس الرابع من سلسلة شروحات الماك ونتعرف اليوم بس على طريقة تنقل السريع بين البرامج المفتوحة عندي على الدوك هذه الطريقة سهلة كتير سنعرفكم اياها طبعا كلكم عارفين زر الاوامر CMD باختصاره سنقوم بالضغط على زر الاوامر مع زر الحقول او هو الاسكاب من لوحة المفتوحة الجهاز سيظهر لي كل البرامج المفتوحة عندي لو انا بدي اتنجل بين المرامج ممكن اتنجل عن طريق الاسم او ممكن اضغط على الحقول و اتنجل بمجرد اني اضغط على انتر سيقوم بالفتح للبرامج هذا هو الدرس بشكل بسيط شكرا لكم على المتابعة باتمنى تستفيدوا من هذه الخلقة وتشاركونا تعليقاتكم وتستنوني في حلقات جديدة من شرحات بك شكرا لكم على المتابعة و استنوني في حلقات جديدة